اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمه سبحانه جل وعلا تتم الصالحات نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا زلنا أيها الأكارم مع هذه الحلقات مع هذه الآيات الكريمات البينات في شهر الصيام هذا الشهر العظيم الذي إن أردنا أن نجعل له عنوانا يضاف إلى الصيام فإنه بلا شك وبلا ريب وبلا خلاف هو شهر القرآن قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إذن أمة الإيمان والإسلام والتوحيد حباه الله سبحانه جل وعلا بهذا الكتاب وشرفها فكان أعظم كتاب وصفه بقوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وقوله في شأن هذا القرآن العظيم قرآنا عربيا غير ذي عوج وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنزل هذا القرآن العظيم في خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس ثم نزل به الروح الأمين على قلب النبي الكريم على أعظم نبي على خاتم النبيين والمرسلين قال في شأنه سبحانه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به إذن هذا القرآن العظيم جعله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء وأعطى الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حق التبيان ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من آيات الله من أحكام الله هو نبي الرحمة يملك الحق على التبيين عن الله فما كان من سنته عليه الصلاة والسلام القولية أو الفعلية فإنما هو تبيين عن أحكام الله سبحانه جل وعلا في القرآن العظيم وأضرب لذلك مثل عندما نقرأ نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن تجمع البنت مع عمتها أو البنت مع خالتها في قضية التعدد في الزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بيّن عن حكم الله وفهم عن الله مراده في قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف لأن العلة واحدة وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع آي الذكر الحكيم في الأحكام في فهم القصص القرآن في فهم كل ما يتعلق بهذا الكتاب الكريم إذن هبان الله بهذا القرآن الذي عنوانه الكبير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى سئل الإمام البشير الإبراهيم رحمه الله لو اخترت عنوانا لهذا القرآن ما هي الآية التي تختارها؟ فاختار قوله سبحانه وتعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا القرآن الذي قال فيه سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال فيه سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إننا نقرأه في رمضان وفي غير رمضان نعمد إلى ختمه قراءة واستماعا في رمضان نهتم بالأصوات الندية نهتم بكل ما يتعلق بالقراءة والأحكام ولكن أيها الإخوة هل نعيش مدرسة التدبر فيه؟ هل نعيش التأمل في حروفه وآياته؟ إن الحكمة من إنزاله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب نحن في حاجة إلى أن نجدد مفهوم التعامل مع القرآن عدم السماع فقط عدم التلذذ بالصوت فقط عدم إحسان الأحكام فقط عدم الحرص على تحصيل مجموعة هائلة من الحروف قراءة وإن كان فيها أجر كبير علينا أن نعمد أيضا أن نفهم عن الله أوامره ونواهيه ونسبة الامتثال من أوامر الله في حركة الحياة سنكمل هل نحن نتدبر هذا القرآن؟ هل نعيش معنا التدبر؟ سنرى ذلك فيما يلي إن شاء الله الاعتناء أيها الإخوة بقراءة القرآن أحكاماً هو مسلك الإنسان العاقل لأن الذي يكرم القرآن بالقراءة الحسنة سيكرمه ربه وهو فعليين يوم القيامة وهو مع الأبرار والقرآن هو الكتاب الأوحد الذي ضبط رسماً وخطاً وضبط بأحكام القراءة بهذه القوانين الماتعة التي إن فرد بها هذا القرآن فلا يصلح أن يقرأ إلا بالأحكام ولا يجوز اللحن فيه والخطأ العظيم فيه ولرب حركة تغير المعنى ولا رب حكم يغير كل المعنى في الآية في مدود ونحوها وظهرت في حياتنا عينات ماتعة من الشباب من أروع ما تسمع من الأصوات وشبابنا اليوم يعمدون إلى حفظ القرآن وكما قال الإمام الشاطبي فإن القرآن مهيب الجانب لو أن أحداً انتصب من أجل أن ينخر منه حرفاً واحداً في أقصى الأرض فإنه سينتصب له آلاف أصاغر المسلمين يفضحون زيغة فضلاً على الأكابر وهذا فضل من الله بل أن معجزة القرآن أيها الأكارم أن الرجل الأعجامي الذي لا تأمنه على قراءة الحرف العربي من جريدة أو كتاب لكنه يحفظ القرآن حباً متراكباً ويصل التراويح ويحفظه لكن اليوم أيها الإخوة نحتاج إلى أن نقف مع القرآن من أجل أن نحذر من جزئية أرى أننا وقعنا فيها إن مجرد الاستمتاع بالصوتي قد يذهب مقصد الشارع من إنزال القرآن لأن القارئ الحقيقي هو من إذا سمعته علمت بأنه يخشى الله القراءة هي التي تحدث فيك تأثيراً لأن الإنسان كتلة مشاعر مستقبل للكلمات ولابد أن يقرأ القرآن قراءة روح كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ونور يسري في القلب آمن بالله ورسوله والكتاب الذي أنزلنا آمن بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا إذن لا بد أن يكون نور أو من كان ميتاً فأحييناه بماذا؟ أحييناه بالقرآن إذن هذا القرآن إذا لم تقرأه قراءة تدبر وقراءة خشوع وكما قال أحد العارفين جاءه مريد مريدوه فسأله تلميذ فسأله يا إيمان كيف أقرأ القرآن؟ قال قرأه قراءة المحب لأن قراءة المحب للقرآن يعطيك القرآن من حيث لا تعلم فلا بد أيها الإخوة أن نتدرب على أننا نقرأ القرآن في رمضان قراءة المحب له لأنه كلام الله فحين تقرأ يا أيها الإنسان فأنت المخاطب لا تلتفت يميناً وشمالاً عندما يقول يا أيها الذين آمنوا أنت المؤمن يا بني آدم تدخل في هذا السياق يا أيها الإنسان أنت الإنسان يا أيها الناس أنت من الناس إن خطاب الله لك يواجهك مباشرة هذا الكتاب فيه مفتاح الأسرار كلها يقول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ جاء ذكر هذه الآية في صورة القمر في حدود أربع مرات وجاء في قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدى إذن الأصل في القرآن أنه سهل على من سهله الله عليه والله عز وجل جعله تبياناً لكل شيء تبياناً لكل شيء وجعله شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورغم ذلك أيها الإخواة يعمد الإنسان إلى هجران هذا القرآن قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجوراً يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد وإن هجران القرآن على أنواع فمن الناس من يهجره قراءة ومن الناس من يهجره استماعاً لأن الذي لا يستطيع القراءة من المفروض أنه لا يؤذر أن لا يسمع القرآن فإن كان العذر معك أنك أمي فما العذر أنك لا تسمع ولا تنصت للقرآن ثم هناك من يهجره تدبراً فلا يتدبر ويقرأ قراءة سريعة لا ينتفع من خلالها أو يسمع استماعاً لا ينتفع من ورائه ثم هناك من يهجره تحكيماً وهذا من أخطر الأمور أن يوضع القرآن على الرفوف أن يقرأ في بعض الجهات على الأموات أن يجعل هذا القرآن تمائم عند بعض الناس للأسف الشديد أو أن يكون للرقيا وقد اتخذه الناس رقيا فقط يتخذه الناس رقيا والحقيقة أيها الإخوة أن القرآن جاء ليحكم بين الناس ويحكم على الناس ويحكم بين الناس فلا وربك لا يؤمنون أي لا يكون إيمانهم تام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيتاً ويسلموا تسليماً من أخطر أنواع الهجر أن لا تحتكم الناس للقرآن أن لا تنظر حكم الله أن لا تستسليماً لأمر الله وربنا قال وما كان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال إنما كان أمر المومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سامعنا وأطعنا نسأل الله سبحانه جل وعلا أن يوفقنا في هذا الشهر في شهر القرآن الكريم أن نعيش تدبراً قراءة تأملاً انتفاعاً إنصاة أن نعيش مع القرآن بالجوارح أن نقرأه قراءة المحب قراءة العاشق له بغية الانتفاع ثم نأمل الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأجر في القراءة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يؤجر الإنسان على قراءة القرآن الكريم أسأل الله سبحانه جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يتقبل منا صالح الأعمال والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القرآن الكريم اشتركوا في القرآن الكريم اشتركوا في القرآن الكريم